اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا دنكرة لمن يخشى تنزينا ممن خلق الأرض والسمامات العلا الرحمن على العرش استمى له ما في السمامات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السرى وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآنا فقال لأهلهم كسوا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع لعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها ماه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا تركوا عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآدب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى والمميذك إلى جناحك تخرج بيضا من غيثو آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسرني أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هاون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بطيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد ملنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقي اليم بالساح ليأقذه عدو لي وعدو ولقيت عليك محبة مني ولتصمى على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك قيد قروا عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك قطونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى ترجمة نانسي قنقر